ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية حيث أغلق السوق بوظبيا المالي تعاملت اليوم منخفضاً بنسبة فيفا بلغت 0.13% عند مستوى 9,436 نقطة تدولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم فاصل 99 مليون من أصل 68 شركة تم تدولها اليوم ارتفعت أسهم 19 شركة بينما انخفضت أسهم 21 شركة وبقى 28 شركة على ثبات أما على صعيد الأسهم المرتفعة زاد سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 14.98% ليغلق عند 40 درهم فاصل 22 ارتفع سهم شركة الإمارات للتأمين بنسبة 13.11% ليغلق عند 6 دراهم فاصل 90 اغلق سهم شركة حيال التأمين مرتفعاً بنسبة 4% عند درهم فاصل 30 بينما انخفض سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 4% فاصل 91 عند 0.42 درهم اما في السوق دبي المالي فقد اغلق المؤشر العام مرتفعاً بنسبة فيفا بلغت 0.5% عند مستوى 3939 نقطة تدولات بلغت قيمتها الإجمالية 287 مليون درهم ومن أصل 35 شركة تم تداول أسهم هاليوم ارتفعت أسهم 14 شركة بينما انخفضت أسهم 8 شركات وبقيت 13 شركة على ثبات أما على صعيد الأسهم المرتفعة زاد سهم مصر فالسلام السودان بنسبة 6.38% عند الدرهم فيما ارتفع سهم شركة الإثمار القابدة بنسبة 4% ليغلق عند 0.20 درهم وأغلق أيضاً سهم شركة أرميكس مرتفعاً بنسبة 3.75% عند الدرهم 2.21% وانخفض سهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بنسبة 6% عند 3.10 دولارات والتحليل أبرد ما جاء في أسواق المال الإمراضي أبدأ مع حاضرتك أستاذ مينا والمشاهدين من سوق أبو ظبيا والذي تراجع اليوم في نهاية التعاملات ما تحليك لأداء المؤشر وما صاره المتوقع؟ احنا عندنا أسواق الخليج كلها يمكن هنلاقي فيها تباين في المؤشرات بتاعتها ويمكن هي متأثرة شوية بسبب ترابع أسعار النفط بالنسبة لمؤشر أبو ظبي يمكن من ناحية فنية احنا لقينا أنه كان فيه تراجع يمشي أثر عن المستوى تسعة تلاف وربعمائة ستة وتلاتين نقطة نعم احنا عندنا النقطتين مقاومة مهمين جداً تسعة تلاف وخمسمائة وتسعة تلاف وثمين نقطة ويمكن دول احنا بقلنا فترة قوي يعني يشغالين في الرنج اللي هو من تسعة ومسمائة لتسعة ومتين يعني للأسف هو يعني بالوقت الحالي هو التراقب أكتر للمستويات داية تسعة تلاف وخمسمائة نقطة فوق أو تسعة تلاف ومتين نقطة تحت يعني هما دول المستويين اللي بيتراق فيهم مؤشر أبو ظبي فيه خلال الفترة الحالية نعم ده بالنسبة لمؤشر أبو ظبي وبالنسبة للسوق دبي الذي ارتفع اليوم تحللك أيضاً لأداء للسوق طيب احنا يمكن مؤشر للسوق دبي الفترة اللي فاتقنا بنقول أنه أداءه كان من أفضل الأداء فيه برسات الخليج نعم ولكن ابتدت عمليات برضو المضعف تقدر عليه مع تراجع أسعار النفط حاله مثل بقية الأسواق يعني في الفترة دية النهاردة هو أفل عند مستويات تلاتلاف تسعمائة ومتين نقطة يمكن عنده مستويات الاربعة تلاف واربعة تلاف وعشرين نقطة دين ده مستويات مقاومة مهمة جداً هو ده لو قدر أنه يختاركه ساعتها نرجع على العودة تاني أنه يرجع لمستويات الاربعة تلاف ومتين نقطة ولكن عنده دلوقات في الوقت الحالي هو ماشي يمكن في منطق داق بين تلاتلاف تسعمائة وارشين نقطة وبين تلاتلاف تسعمائة وارشين نقطة نعم أيضاً نتم اليوم الإعلان عن اتفاق تاريخي بنهاية مؤتمر كوب 28 الذي عقد في دبي ما تعليق حضرتك أيضاً أجواء الاتفاق النهاردة طبعاً يمكن ومعسين تين دولة حول العالم اتفقوا على التحاول التدريجي بعيد عن الوقود الأحفوري يمكن احنا بنتكلم ان هو ده مهم جداً ان هو هيتفضل الانبعاثات وبالتالي الحفاظ على المناخ وجودة الحياة والوقود الأحفوري هو بيتمايز طبعاً ان هو يعني ليه مميزات ان هو بيمتلك كفافة طاقة عالية سهل نقل وتخزينه ومعالجته بيقدر ان انا احصل على انواع مختلفة من الوقود اللي انت بتستخدم فيه المحركات والطائرات والسفن ولكن طبعاً من ابرز عيوبه او مشاكله ان هو في حالة احتراق الوقود الأحفوري بيعد من ابرز العوامل فيه تلوص الهوى وهو يمكن بيسرد برضو الاحتباس الحراري وده اللي بيرفع ضرورة حرارة الارض وبيزيد جفافة طبعاً مهم جداً ان احنا نبتدي نتحول للطاقة نظيفة ولكن ده الهدف دايماً من المؤتمر المالي نعم ايضاً ما بدأ استفادة المؤسسات المالية من زيادة محفظها التامويل المستدام تزامناً مع مؤتمر كوب 28 هو التامويل المستدام طبعاً مهم جداً لتشجيع الشركات على انها تتحول للطاقة النظيفة وانها تحافظ على البيئة ويمكن احنا شفنا فوقت سابق انه البنكة بوظابية الاول اعلى انه بيعتزم انه يزود محفظ تمويل المستدامة بتاعته 35 مليار دولار بحلول عام 2030 وده يمكن مهم جداً ان احنا نبتدي نحق الاستدامة في مسار التامويل سواء على المستوى الاجتماعي او الاتصال سيد مينة ما هي التوقعات لقرار الفيدرالي الامريكي اليوم بشأن اسعار الفائدة وماذا تأثيره على اسواق الاسهم بعد قادك؟ طبعاً من التوقعات كلها بتشير لتثبيت اسعار الفائدة ويمكن ان معادلات التضخم ابتدت تتراجع نعم هي حتى لسا دون موصلتش المستهدف بتاع الفيدرالي ولكن ابتدت فعلاً فيه تراجع في معادلات التضخم وبالتالي هو متوقع تثبيت اسعار الفائدة في الاجتماع المهاردة لكن تأثيره على السوق الاسهم أعطاك انه هيبقى تأثير محدود انه متوقع قبل كده يمكن انه دايماً الناس بيرقبوا بقى اللي هيحصل السنة الجاهة السواء التقفيد هيبقى ديه يعني هي دي الفكرة لان دايماً تقفيد الفائدة هو بيبقى ليه أثر إيجابي على السوق بطبعه ورفع المعادلات الفائدة بيبقى ليه تأثير سالبي على السوق نعم واضحة النقطة بشكر حضرتك أستاذ مينا رفيق رئيس البحوث بشركة المروة للأوراق المالية لمشاركته معنا اليوم